اشتركوا في القناة لسباق السيارات عن فخره بما حققه الفريق من إنجاز يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين الرياضية مقدما سموه التهاني لجميع طاقم الفريق على ما قدموه من عمل جماعي باهر خلال السباقات في البطولة العالمية وقال سموه أن الطاقم الفريق قام بجهد وأداء رائع ومتميز حيث أن إنجاز السائقين الأربعة كان ناتج عن إصرارهم بالفوز ومنافسة أقوى للسائقين في أقوى حلبات السباق عالميا مشيرا سموه إلى أن النتائج المتقدمة لهذا الموسم ثمرة لجهد جماعي حقيقي مما مكن الفريق من تحقيق الأهداف التي رسمت قبل السباق وهي تأمين لقب أول بطولة كبرى للفريق لرفع اسم مملكة البحرين عاليا ونجح الثنائي جيمس كوتينغ هام وجوني آدم من إنهاء سباق جائزة برانس هاتش الكبرى في المركز الثالث بينما فاز الثنائي إيان لوجي وجول جونون بالمركز الرابع رغم الصعوبات التي واجهها خلال مختلف مراحل السباق المليء بالإثارة وذلك قبل جولة من نهاية الموسم كما اقترب من ضمان بطولة السائقين التي ستحسم في الجولة الأخيرة وبهذه النتيجة عمق فريق توسيز لسباق السيارات الفارق مبتعدا عن أقرب منافسي بأكثر من مائة نقطة وهو ما يضمن له لقب بطولة Intelligent Money British GB لفرق جي تي قبل جولة من نهاية الموسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر